السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبيب قلب اعملين ايه ورجعنا لكم فيديو جديد دي طريقة عمل ايه قارات الجوز الهندي ثلاث مكونات بس يلا يا حبيب قلب نقول لكم المكونات بتاعتنا اربع معالك سامنة جنة لابا جوز هند كوبايتين يلا بنا نقول لكم هنعمل ايه زي ما شفت اهو السامنة ساحة نزلت بكوبايتين الجوز الهند اهو قلبتهم لغاتين ما شربهم بالسامنة خالص زي ما انتم شايفين وطبعا تكون على نار هدي علشان جوز الهند بتاعنا ما يتحركش او ياخد اي لون وبعدين هننزل بكوبايت لبن وهنفضل نقلب برضو لغاتين ما يتشرب جوز الهند اللبن ونقلب وطبعا نكون على نار متوسطة عشان جوز الهند برضو ايه ما يتحركش ونزلت بكوبايت سكر وهقلب جوز الهند كويس بالسكر وهنفضل نقلب لغاتينه السكر ما يسح في جوز الهند خالص وبردو براحة علشان جوز الهند بتاعنا ما يتحركش زي ما انتم شايفين انا بقلب اهو باستمرار وكده خلاص بقت مزبوطة معانا وعملة زي العاجينة خلاص دلوقتي ايه هطفع عليها ونزلتها في بولة عشان تبرد الاول عشان اعرف ايه اشكلها الشكل اللي انا عايزاه ودلوقتي انا بشكلها اهو معانا طبق برضو في جوز الهند هنعملها كور ولو عندك بتاع المقادير ممكن تعملها ايه بالمعلقة على شكل مجدر كده بس انا كان عندي واحدة بسpage اللي قلبت عليها الدنيا بين ضوائن الاولاد ضيعوها ودلوقتي يا حبيبي انا بعمل اهو دواير زي ما انتم شايفين ايهه كور وحوتها في جوز الهند اخد شكل اهو بالشكل اللي انتم شايفينه الجميل ده 해� Hardcore وبعدين اتكبرpp إيه نحطها ايه عندكم ايه في الطبق وبعد كده حد مخلص الكمية هي مكوناتها هسأله خالص وبتلات مكونات فقط اللي هو كوباية اللبن كوبايتين جسد الهند وكوباية للتشكيل والسمنة بتاعتنا واللبن مكونات كلها موجودة في اي بيت طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وفعلوا الجرس وطبعا هيوصلكم كل جديد دي يلا حبيب قلبنا جربت خلص خلص الكمية بتاعته زي ما انتو شايفين بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده وطبعا بعد ما خلص الكمية بتاعتي اهو وكده خلص القرارات بتاعتنا قربت تخلص وكده يا حبيب قلب الكمية بتاعتنا خلصت وبقت بالشكل الجميل ده وطبعا بعد ما نخلصها هندخلها فريزاري التلاجة تجمد وبعد كده بقى الفهنة والفشفة باي باي ترجمة نانسي قنقر شكرا